بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم هي دائما الرمال المتحركة فاحضروها إبراهيم أهلا بك يا شمال أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 765 وستين بيبدأها المعندس عدلي بالتحذير من هذه الرمال المتحركة خير أستاذ إبراهيم إذا أردت أن تضرب كيان مستقر أطلق علي الإشعات واضربه في سوابته ويستخدم كلمة حرية التعبير خلاش شعر براغ جميل وكأنك تدافع عن الحريات ألم يفعل الغار بذلك وهم يغتلون العراق بكذبة صحيح ويشعلون الشرق الأوسط ومنطقة العربية بدعاوة الدفاع عن حقوق الإنسان هم يقتلون الإنسان دفاعا عن حقه حاجة غريبة جدا ولو مارسون هذه التخص على نفسهم في الرياضة إيه اللي بقى وشوف بس النماذج بتنتاج وسائل أخرى لا تبدو بهذه الفزازة ولكنها أيضا مجموعة من شائعات الأكاذيب حاولوا ضرب من 2014 ضرب الأهلي في قيمه وتقليده سوابته ونظامه لم يفلحوا رغم أنه ما زرعوا جواه من يكرهون الأهلي أعداء الأهلي وحذرنا من هذا الكلام وزهر المتأخرة الآن المعركة بقت في ضرب إيه العلاقات الأهلي الأهلي والأهلي بإقدارته لأن هي دي هو كان عظمة الأهلي مبنية عليها سيد زبريم على تاريخ على سوابت على تمسك بقيم متقليد على سقة متبادلة على عمل مؤسسي على علاقة أطراف النادي الأهلي ببعضيها بثقة شديدة الإدارة بتاريخها برموزها ثم تمسكها بالعمل المؤسسي ثم الجمعية العمومية والأهلي ثم جماهير الأهلي التي كانت دائما هي اللحمة والسند الحقيقي أن النادي الأهلي يتجاوز كثيرا من الصعاب أستاذ إبراهيم خسرنا خمسة من سانداونز هتف الجمهور للفريق وهو يخرج من أفريقيا بعد أن فازها بهدف لم يكن كافيا أدى الأمر إلى إلى أن الأهلي يكسب الدور لم يلقي الفوطة يا أم قال يوم وأنت في منافسة هناك من يبكي على ضياع الفرص آه في حاجات لازم نتوقف أماما عشان نصلح هو مين قال أن الأهلي لا ينقض لكن لا يشتم صحيح الأهلي ورموزه ولعبته وجماهيره لا تشتم ولا تساب ولكن ننبه بعضنا وفيه كلام نقوله بيننا وبين بعضه فيه كلام بس إحنا من كتر ما بنجلد الزاد في العالم جرأنا علينا الآخرين صحيح أعان ون شكرا أعن ؟ بها شكرا العلiant упع نعم